اهلا بحضراتكو وعزائي المشاهدين طيب الخبر الابرز هو اللي كان مبارح عقب لقاء نهاية لقاء الاهلي مع بيرامز في الدوري الممتاز ولا انتهى بفوز كبير للنادي الاهلي بالثلاثية نظيفة على حساب نادي بيرامز اللي كان متصدر الدوري صحيح كان مباراة اقل ولكن المباراة دي كانت تعني الكثير اولا بس عشان تبقى القصة واضحة وابقى مع حضراتكو واضح انه مازال الدوري مبكرا جدا يعني اللي يقولك انه ده خلاص حساب الدوري وانه ده خلاص هبط وانه ده خرج من منافسة اوعد صدقه الخبر الابرز كان تجديد مسيمان فاللي يقولك خلاص الاهلي حساب الدوري وبرامز خرج من منافسة والزمالك لا 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 لانه انا قدامي جدول الاهلي عشر مباراة 28 بنت بيرامز 11 مباراة 26 بنت الزمالك 11 مباراة 25 بنت يعني الفرق بين الاهلي والزمالك 3 بنت في حالة فوز الاهلي بالمباراة اللي نقصر ويبقى 6 بنت ويبقى الكلام دا لعبه 11 مباراة كل فريق 6 بنت دول في ثانية بيخلص وممكن يبقى 16 بنت ونفس الامر بيراميز اللي الاهلي لو فاز هيبقى فارق حيبقى 21 بنت يبقى فريق 5 بنت عن فريق بيراميز لانه بيراميز يتعادل مرتين ادي اربع نقاط وخسر مباراة ادي سبع نقاط الزمالك تعادل مرة وخسر مرتين ادي 8 نقاط الاهلي تعادل مرة وحيدة مع نادي فيوتشر من العشر مباراة فاللي يجي يقولك الفريق ذهبط قوله لا من اسبوعين 3 كانوا بيقولوا طلعي الجيش خلاص النهاردة طلعي الجيش في المركز اللي 14 ب13 بنت فوزين ب6 بنت بشأليب الدنيا استرين كامباني قالك اول الهابطين ما تتكلمش في استرين كامباني قصة خلصانة النهاردة ما شاء الله 9 بنت زيه زي مصر المقصة اعلى من المقولين واعلى من الاسماعيلي انت تقول ده فاز ببطولة الدر عاملة مثلا يبقى ايه فضل ايه 10 ماتشات مثلا والفرق مثلا 17 بنت بتاع خلاص تبقى القصة صعب اللي حق بيها صعب اللي حق بيها لكن تقول من الفريق اللي مستوى ثابت ناخد الجانب المحلي على المستوى المحلي ولغة الارقام لا تجذب فاما تلاقي الاهل اللي هي بعشر مباريات فاس في تسعة وتعادل في واحد ولم يخسر وسجل تلاتين ودخل مرمطة من اهداف على فكرة ثمانية بالنسبة للاهل كتير بس هو اقوى تفاع يعني لحد مبارح كان اقوى تفاع نادي بيراميز اللي تساوم على الاهل بأتمن اهداف تمن اهداف لكن الاهل دايس في حتة الهجوم هو فرق تمن اهداف عن اقرب فريق اخر ونادي الزمالج بـ 22 هدف ولكن الزمالج بمباراة زيادة فالاهل مثلا لو سجل هدفين في المباراة المؤجلة هيبقى فرق عشر اهداف زي ما هو فرق عن نادي بيراميز دلوقتي يبقى زي دعم بيراميز كمان بـ 12 لو هدف واحد يبقى فرق تسعة لو ما سجلش هكذا يعني فالنهارده بعد تلت الدوري نعلم ان تلت الدوري لانه الدوري احنا عندنا 18 فريق بيلعبه 34 مباراة لا يمكنك ابدا انك تقول فريق فاس بالبطولة ودي لك دليل مثلا ماتش مش ماتش الدوري الانجليزي من ست اسابيع تقول خلاص بقى المضوع انتهى منشستر سيتي خلص لانه الفرق كان بين تسع نقط او عشر نقط عن نادي ريفر بول دلوقتي بيتلتنا الخطوة ولسه هيلعبوا بعض ما الاهلي هيلعب بيراميز الدوري التاني والاهلي هيلعب الزمالك الدوري التاني الاهلي عمل خطوة جبارة انه فاز على الاتنين المنافسين المباشرين ليه الاول على الزمالك خمسة تلاتة والتاني على بيراميز تلاتة سفر فدي خطوة اه تحسب لكنه ما تقدرش تقول ابدا انها تحسم تحسب ولكن لا تحسم واضحة كده لكن كل الارقام بتقول انه الاهلي بعد حوالي تلت الدور العام هو الافضل ده كل الارقام في متغيرات زي تجديد عقد موسيماني ما ده متغير رحيل كارترون ما ده متغير وصول فريرة ما ده متغير كل دي متغيرات موجودة لازم تحطوها في الحسبان دايما الناس بتبقى عندها امل في الغربال الجديد يعني مثلا في السعودية نادي الهلال السعودي كان بعيد تماما على المنافسة جي رامون دياز من ساعة ما جه شايت النصر اربعة اتحاد جدة اتنين واحد مش عارف في الكاس كسبان النصر وقل كسبان كله 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 حلوكوا الفرق دلوقتي في الترتيب ما بين الاتحاد والهلال اللي قفز الى المركز التاني اثن الفرق بقى سبع نقاط او حاج ومازال في الدورة بقية بعد ما كل الناس كانت بتقول ان الاتحاد جدة فاز ببطولة الدورة في السعودية لكن هناك مؤشرات المؤشرات تصب في صالح النادي الاهلي بقاروده الجيدة باستقراره بهدوءه وحطه بين هدوءه دي اه حطه اه بهدوء دي بين خمسين قوس مش قوسين بس هدوءه يعني ايه اقول لكم مسلا من ايه الحاجات بقى الدوشة اللي كانت الفترة خلاف حاد بين شركة الكورة وبين اه مجلس الادارة لعشام مسيماني والاهلي شش لجنة التخطيط ترفض التجديد لمسيماني والاهلي شش مسيماني يرفض الجلوس والحديث مع حسام غالي والاهلي شش خالص تكلمش خالص قصة انه فيه ادارة مختصة بموضوع العقود سواء للمدربين او اللعبين يعني مثلا ايه ما شفتش حضرتك امبرح الساعة واحدة الصبح كابتن محمود الخطيب طالع ومعاه صورة مسماني ومسماني بقى كسبان بيرامدز وكسبان المريخ واخد برونزيت كاس العالم وحدود توصورة تبقى حديث الصباح والمساء والعالم كله لا خالص امير توفيق اللي ماسك التعاقدات هو اللي راح للراجل بالليل احكي لك شوات كواليس بقى هو المفاوضات انتهت تماما من خمس ايام ويما كابتن محمود الخطيب ذهب الى تدريب النادي الاهلي وقلتلكم كانت الزارة دي في وقتها الممتاز لانها كانت قبل لقاء المريخ فالاهلي كسب المريخ وبقى في المركز التاني في المجموعة وبالتالي كانت قبل لقاء اه بيرامدز والاهلي كسب بيرامدز واعتلس ادارة الدور العام اشتركوا في القناة